هي متعة كرة القدم انك بتقدرش تتاقع نتيجة مباراة ولا سيناريو ماتش يعني فيه ناس كتير تقولك اهلوية وانا ممكن اكون منهم الاهلي في مواجهة الستي فرصنا ضعيفة اوه في ان احنا نكسب انك تعرفش سيناريو ماتش ممكن يمشي ازاي لا لا ما نفعش لعبة مشتركة او هجمة مرتدة جوة منطقة الجزاء فالاهلي ياخد ضرب الجزاء والمان سيتي اضطرد منه واحد لا اقولك حاجات بالزبط رس اقولك شوفنا فرق كتيرة بتلاعب منافسين كبار قوي ونقول الماتش ده لا لا ده الماتش ده هيبقى مشكلة النهاردة هيتغلبه اربعة خمس ايه تلاقي سيناريو الماتش زي ما انت بتقول فرق بتضيع واضطرد منها واحد تركب الماتش او تلعب كذا ده فيه فرق كمان بتلعب نقصة وتكسب صحيح وتكسب وتبقى اقل مستوى من المنافس فالكورة علمتنا حاجات كتيرة جدا جدا وحاجات غريبة اهم حاجة فيها الاجتهاد والتركيز والاخلاص وبازل الجهد ومتبخلش بقى اي حاجة صحيح تتمنى اوكلند او الاتحاد جدا بص يعني هو اختيار صعب بين الاثنين يعني اختيار صعب بين الاثنين طبعا مع الاتحاد هتبقى منافسة قوية جدا لاني طبعا الاثنين الدول العربية ومنافسة وكده ايه وفي نفس الوقت برضو مصر والسعودية عموما يعني طبعا الانداء ومنتخبات فيه دربي من نوع خاص وبعدين خلي بالك هيبقى فيه منافسة بين الجماهير طبعا انما الفرقة التانية اوكلند طبعا ما فيش جمهور يعني بمعنى جمهور ومدارس تانية خالص وحاجة تانية خالص ما عندهمش العصبية بتاعتنا كمنافسين يعني فانت بص كل جيبه ربنا كويس انا مش هبص انا هلعب مين انا بص النفس انا بقى كويس يعني انا ابص ان انا عايز اطلع الدور اللي بعده فزي بقولك بالاجتهاد وبالقوة وبالاسرار ودايما تبقى انت حاطت دماغك في الحاجة الاعلى عشان اوصلها اني مقولش طبعات دي بس الماتش ده وبعد كده الماتش لا انا مش عايز مديلي يا برونزي لا ده انا عايز العب بقى اول مرة العب نهائي تبقى حاجة تتحسبلي وتتحسبلي الفرقة كلها تتحسبلي النادي الاهلي فدايما التارجد بتاعك دايما علي سقف الطموح بتاعك اشتركوا في القناة